مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وحشتونا جدا جدا بنستكمل حلقات برنامجكم بدون سابق انذار في الموسم التاني ليه حلقتنا النهاردة حلقة استثنائية لاننا متواجدين معاكم فيها احنا التلاتة النهاردة وحشاء الله نشاء الله قوي قوي احنا التلاتة وقليل قوي لما بنتجمع احنا التلاتة كده مع بعدنا بس بتكون احلى حلقة يعني الحمد لله اكيد ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبدأ النظام بتاع الموسم التاني للبرنامج زي ما هو كمان كان هيرجع كما كان باذن الله طيب موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مسير للجدل موضوع وصل ان سنة 2020 بقت خط احمر وده طبعا راجع لاحصائية بتقول انها اكتر سنة حصل فيها جرائم قتل بين الزجين هي كانت سنة 2020 تفتكروا الاتل يابنات بقى اسهل حاجة عندنا ان احنا يعني حاجة سهلة سلطة سول كده ان اي حد يقتل حده وبقى كل واحد عايز ياخد حقه او مداء حد يروح قتل عام جريمة اتل يعني وبالنسبة لللي حصل وبالنسبة لللي احنا فيه حاليا دلوقتي بقت اسهل حاجة عندهم الاتل اي حاجة تحصل اي خلاف صغير يحصل اي حاجة ما بقاش فيه عدم ما بقاش فيه قناعة ولا رضا كده اي حاجة بسيطة اي حاجة بتحصل او 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 بالنسبة كمان القطر يا هدير انت بتتكلمي عن جرائم الازواج مزبوط بيبقى يعني انت قرتي ان كان فيه احصائية نسبة عالية جدا يا بنات انا يعني الواحد بيشوف الاحصائيات بيتنبهر بيتخضب اه دي حقيق طيب دلوقتي تفتكروا ليه زيادة الفترة الاخيرة موضوع زيادة الجرائم الاتلي دي بسي يا هدير يمكن بسبب فترات الحجر المنزلي الطويلة والخوف المستمرة من الاصابة بالكورونا والفقر وغيرهم ده يمكن سبب ارتفاع حادفة حالات العنف الاسري ويمكن احنا كمان عندنا في البرنامج حملات توعية ظهرت احنا تكلمنا عليها قبل كده لما عملنا في حملات توعية ظهرت اتكلمنا فيها ضد العنف الاسري وغيرهم وغيرهم والتنمر وغيرهم بس فعلا فيه فيه ظهرت حمل التوعية تتكلم على العنف الاسري ضد الستات طبعا او البنات او الكلام ده بس احنا موضوعنا النهاردة هيبقى عن الأزواج عمتن وحالات الطلاق زادت أول فترة اللي فاتت والسبب كان عند الزوجة يعني الزوجة؟ او فعلا الزوجة العنيدة هي اللي بت يعني ترتع لا لا هي مش الزوجة العنيدة اللي مبقاش عندها ثقة طب أقولك على حاجة فيه في طلاق بييجي عشان مثلا بيشك فيها بيشك في تصرفاتها فبيتطلقوا بيقتلها عشان بيشك فيها بيبقى تجسس كتير شك زيادة عدم تفاهم خير خلل خير خلل في العلاقة أنا بس عايزيكوا تقولولي ليه الجرائم القتل زادت في عشرين عشرين تفتكروا من وجهة نظركوا طبعا أمنية قالت بسبب فترات الحجرة المنزلة طويلة يعني عارفة أنت المثل اللي يقولك جنازة في البيت ولا رجل في البيت يعني لدرجة إنها رجحت إن الجنازة أفضل بالنسبة لها من أعد الرجل معها في البيت لأنه طول ما هو قاعد أعملي سوي أوامر 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 طبعا هم مش متعودة على قاعد في البيت فبيخنقها فبيضطر يبقى فيه مشاكل بينهم ومن دبنهم برضو عدم الاتزان ودخلق سواء الراجل أو الست مش بنحدد حد معين ممكن قلة المصاريف أه بالضبط أكيد تبتكروا أسباب أتاني فيه فقر أنا قلت فقر وقلت للحجر المنزلي طبعا وكتئاب وحاجات من دي وفيه خيانة يا جماعة فيه مثلا إيه إيه تاني تعاطي تعاطي المخدرات فيه بردوء طبعا تعاطي المخدرات ده تقريبا أسوأ حاجة في الدنيا بعد القتل على ما أعتقد يعني مزبوط ممكن الزوج وقتها هي يقتل زوجته عشان كان ليه بقى ليه يا أمني طب يعني هل لازم يكون الشخص ده متعاطي للمخدرات ده لا لا مش لازم يكون الشخص متعاطي للمخدرات عشان يقتل مراته مثلا مزبوط لا 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 مش شرط مراتي على فكرة فيه ناس بتقتل وهي في كامل وعيها يعني وهي هو الراجل في كامل وعي وبيعيه شفت الراجل اللي هدير قتل مراته قدام زمايلها في المدرسة ومش حارفة إيه شفتي أنت كنت هي تتكلمي عنه قبل كده مظبوط طب قريدي حكي لنا الحكاية دي طيب خلوني أقول لكم زوج يطعن زوجته بعد سنوات من الحب فقتل الزوج زوجته التي كان يحبها داخل إحدى المناطق في مدينة الخصوص بمحافظة الأليوبية تعرفت الزوجة على زوجها ونشأت بينهم قصة حب وتجوزوا وسرعان حب كمان؟ أيوة كانوا بيحبوا بعض خدوا بالكواب ويركزوا على حيث أنهم اتقتلت وهم الاتنين كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض واخدين بعض عن حب وتجوزوا وسرعان ما بدأت المشاكل تقوم بينهم وتحولت لضربه إهانة بسبب طلب الزوج من زوجته المال من أسرتها بصفة مستمرة وبعد الحاح فرفضت الزوجة فرح قتلها يعني عشان هو عايز فلوس دي هو زوج عايز فلوس من زوجته عن طريق أهلها فرح كل شوية يطلب كل شوية يطلب هي ترفض متعد هكذا هو ده الراجل اللي قتلها عند المدرسة؟ لا تقاؤ تو دQ اه فرح قتلها رح قتلها وبعد كده هي ر 31 ما تطكرش يوم حلو كده ب示قا بعد وriseقاء بعض ما تطكرش حاجة حلو كده لا طول العشرة حتى محلتش ايوي طول العشرة اللي ما بينهم والحب اللي هم كانوا تكرر كلمتة انهما كانوا بيحبوا Fer城 واحصل بينهم كده ده دليل على أهل انهما ما كانوا بيحبوا بعض أصلا ولا كان أحب بعض أو حب قالي بعد الجواز بصي أنا مش معايك في أن ممكن الحب يقل بعد الجواز بصي Homero ما يوصل لكر يؤدي للأتل ما فيش كده يا هذير ممكن يقل بعد الجواز كمان لسبب أنه هو مثلا مش قادر بسبب ضغطه مثلا هي مش لاقي حاجة منه ماشي أنا أقول لك ممكن يقل بعد الجواز لكن ما يوصلش أبدا لكر أنه هو يوصل لكر وبعد كده يؤدي للأتل لا انت عارفة فكرة ان الواحد يعني يقتل وان هو يتجرق ان هو يعمل حاجة زي كده دي حاجة صعبة جدا انا معرفش هما زي بيقدروا يعملوا ده طب كان في عندنا بقى حالة برضو في قرية تاشنطنة الحجر مركز بركتسابة محافظة المنوفية ان واحد برضو قتل ميراته بسبب اهله يعني اهله كل شوية بقى شوف ميراتك شوف مش عارف ايه شوف ميراتك اهله عليه امقيل طب قولي لا طلعتين فعلا طلع قتلها يعني ان هو بسهولة كده انت عندكم بسهولة كده يعني انت عندكم القتل ده حاجة سهلة قوي كده اللي توعي وقل الدين اللي توعي وقل الدين الدين قل 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 جدا فدي اللي توعي وقل الدين وطبعا فيه خلل في العلاقات فان هو يقدي ان هو يقتلها فيه عندنا كمان مثل زوج قطع جسد زوجته نصين قدام قدام اطفالها اتنين قطعوا نصين الكلام ده كان في عيد الأطحى الماضي في الساعات الأولى من صباح عيد الأطحى الماضي طبعا جريمة بشعة هزت حياة مريوتية راحت فيها ضحيتها سيدة بعد أن قطع زوجها جسدها لنصين قدام بنتين يعني قدام اتنين أطفال والاتنين بنتين فانت متخيرة الموضوع الموضوع صعب جدا ليه؟ ليه بقى عمل كده؟ تفتكروا ليه؟ ليه؟ عشان شك في سلوكها شكت في سلوكها طلقها ما تقتلهاش انت بتعملك كده ليه؟ ده مش تعبين صح؟ يعني مش مريض أو حاجة معينا مدخلة جلنا من المنوفية جلنا للأسف الخط قطع المهم ان عشان شك في سلوكها في منطقة أبو النمرو سرجيزة ورمى جستتها بعد قطعها نصين رمى جستتها في طرعية المريض الموضوع كبير وطبعا كان في زادة عن حده قوي قوي اه انتي عارفها يعني ايه يقتل قدام ولادو؟ ده كير كده الجران كانت دايما بتسمع أصوات خنائهم وصوتهم اللي كان بيعلق تقريبا بشكل يومي الكلام ده السنة اللي فيتت ايمكن ما سمعناش عن الحادثة دي كتير بس طبعا حادثة بشع بكل المقاييس اكيد طبعا عشان شك في سلوكها فقتلها ما طلقهاش طبعا معنا كمان مثال برضو عامل ينهي حياة زوجته بسكين مطبخ بطريق 22 مايه و19 عشر وانتهت حياة زوجته عقب 18 سنة جواز من الحب والمواد ده يعني قتلها عاشوا مع بعض 18 سنة في حبه قتلها بعد ان اجز راجل على زوجه يعني جهز راجل كمان انه يقتلها يعني جوزها اللي جهز راجل سلط راجل او جاب راجل انه يقتل مراته واحد انه يقتل مراته جوزها اللي عمل كده معينا ما عليشش يا نادا هنقطع كلامك معينا علي بن رمونوفية علي ايوا يا علي ازاي اتفضل وعليكم السلام اتفضل مع حضرتك باس مستمع مين باسم 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 انا اسفة باسم اتفضل كنت عايزة كنت عايزة اقول لي حضرتك اتفضل المشاكل اللي بتعطي دلوقتي هي بطبها مثل لنت البنت نفسها يعني حيزة الراجل نفسه مش كل المشاكل بتيجي من الراجل يعني احنا احنا مرد بحاجات قبل كده يعني اللي حصل هي ان هي سابقا غيرها بيتار في كل حاجة وهي بتولد المشاكل هي ممكن توطي التلفزيون شوية بس يا ايا باسم تلفزيون ووطي فاضل والله طيب اتفضل كابل يعني انت من وجهة نظرك ان بسبب غيرت الست ممكن الزوج يقتلها السبب الغيرة هي اللي بتفضلت المشاكل يعني بس كل شوية انت رايح في انت جاء منين ده بيبطئ الراجل النفس تسبب مشاكل لكن ما تجيش للقتل يا باسم اكيد بالضبط ما توصلش للقتل افضل مش لدرجة القتل يا باسم في النهاية بتقول رايح فين و جاي منين ما بتجيش للقتل ما تبعث مع يعني الرحبان يا رباها شوية ساعة هي ممكن تكون بتعمله بدفع انها بتطمن عليك او بتحبك زيادة اصلا او بتحبك زيادة خيط عليك الان عليك لكن مش بتعمله بدفع انها تخنعك اكيد او بتحبك او بتحبك او بتحبك مش عايزا تقول نصبع من عندها او بتحبك لا ده غيرة مراضية يا علي ده مش غيرة طبعية يا باسم انا اسفة ده غيرة مراضية مش غيرة عادية باسم طيب تمام هو كان بيقول باسم ان الموضوع بسبب غيرة الست فده بيولد مشاكل كتير لكنه مش سبب انه هو يقتلها هو ممكن يكون مشكلة عادية لكنه مش سبب ملوش دافع انه يقتل وكلامك كتير بيزهق الراجل بيطلق ما يقتلش يقتل لا ما توصلش القتل طبعا طيب من اهم النقط هي قلة الوعي والدين دايما امنية قالت وطبعا اللي وصنا ربنا وصنا على الازواج ان احنا نعملهم بالحسنة تمام وبالمعروف فصدق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتوا من النساء فبلغنا اجلهن فمسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه صدق الله العظيم طبعا الاية دي بتأكد ان ربنا كمان بيوصي ان انتوا مش متفاهمين خلاص افترقوا سيبوا بعض لكن ما توصلش ان انت تتعد عليها لا سيبوا بعض بالمعروف سيبوا بعض بالمعروف لكن ما تتعداش عليها وما تتخطاش حدودك عليها عشان ربنا هو لوصاك على زوجتك طبعا وده مش معناه خالص مش مبرر ان انت تقتلهم دي اين لت دين دي اين لت دين كنا بنشوف حالات القتل بين الزوجين قبل كده بيقولوا مثلا خيانة سواء من الزوجة او الزوجة لكن دلوقتي بنشوف حالات القتل يقولوا لأ دخناها بسيطة لأ مش عارف ايه توصل للأتل توصل للأتل ايوة في اسباب جر منطقية في الموضوع توصل للأتل لأ ده أنا بغير عليها زيادة توصل برضو للأتل مصير مصير أولادهم ايه اللي بيشوفهم انا بقولك زوج قتلها يعني اسم جسمها نصين انا كطفلة شفت الموضوع ده ايه ايه هدير يعني يعملوا هم ايه مصيرهم هيبقى ايه باباهم بعد كده هيقولهم ايه المشكلة ان النساء او الام اللي عملوا كده ما فكروش أولادهم انهم هيتيتموا ما فكروش أولادهم مين هيربيهم مين هيرعيهم السبب الرئيسي ايه هدير السبب الرئيسي الجحود انا مش شايفة ايه سبب لان واحد يقتل زوجته قدام ولاده غير الجحود معينا استاذ عمر من طنطا وعليكم السلام ايه استاذ عمر اتفضل اتفضل سمعيك بس عالي صوتك شوية وعليكم السلام مصبوط يا فندم عالي صوتك بعد اذنك خيانة خيانة ايه وفقر خيانة وفقر احنا قلنا دي اسباب لكن ما تقتلش لكن هي دي اسباب ممكن تدعو للمشاكل لكن مش للأكل وبعدين هو ليه نقتل وفيه قانون في البلد يعني احنا ليه نقتل وفيه قانون في البلد مش فيه قانون مش فيه حاجة اسمها قانون نمشي عليه انت عندك مشكلة او لقدر الله زوجتك خانت او حصل حاجة مش مفروض تاخد حقك بالقانون ولا هو بقى بالدريع بيبقى فيها عقاب قصدها بالزبط ممكن بس تبعد عن التلفزيون بس شوية عشان نسمع صوتك ياريت تعالي صوتك أغلبتها تبع حالات نفسية يعني حالات نفسية ولو برضو يعني تقصد مريض بص هو الله حرج طبعا على المريض لو هو مريض فالله حرج على المريض لكن احنا بنتكلم بالناس اللي بتبقى وعية 100% ايوه طبعا تمام شكرا لاتصالك الموضوع يعني بجد خطير جدا ان فيه قتل بقيت بأسباب غير منطقية يا هدير ليه يعني نخاف اللي بعدين هيبقى ايه صح ولا بقى فيه وعي ولا بقى فيه دين ولا بقى فيه اي حاجة بيرجع للأخلاق بسيطة بتنتهي بالقتل بيرجع للأخلاق من البداية ان احنا المفروض نزرع القيم والأخلاق في ولدنا نعرفهم ان احنا لما بناخد ولاد الأصول او بنات الأصول ما ينفعش ان احنا نئذيهم بشيء لو هم لقدر الله كانوا عشين ما فيه اهالي كويسين يا هدير بس الاشخاص بيتلعوا كده فيه فعلا ستة مثالية بتبقى حلوة قوي قوي مع جزها الستة الصبورة الستة اللي ما حدش الاسرار بتاع البيت ما تطلعش برا البيت اصلا الستة اللي بتكبر جزها كده يعني اي مكان بتكبره في اي مكان الستة اللي هي ما بتقولش الأخبار الا الأخبار الحلوة فعلا عن البيت يعني بتبقى واقفة كده في ظهره بتبقى واقفة يعني ايه يعني لما نمشي بالنزولة طب فلنفترض ان الستة كانت بتنكد زي ما بيقولوا بتغير حتى لو بتنكد وبتغير وبتعمل كل حاجة وحشة في حاجة اسمها طلاق ربنا اين فيه طلاق طلاق ما تقتلش يا ندا مزبوط صح لان الدغوط برضو بتخليها انها طبعا هو ما بيشوفش اعادتها مع ولادها بتبقى عاملة ازاي بتفضل قاعدة طول الوقت مع ولادها فبتبقى معايك يا مكرم؟ انا اكملي فبتبقى الدنيا بالنسبة لها مش متضباطة طبعا بيجي هي بتبقى مخنوقة جدا بتبقى مضغوطة جدا مش عارفة تعمل ايه ضغط شغل برضو فهو بيجي عايز انها تتحك له وتشيلها انا شوية ما ممكن تكون هي شوية طعبانة معانا حسين من القطمية الو حسين الو حسين حسين اتفضل ايوه تفضل ايوه ايوه سيد حسين مع حضرتك ايوه معليك عليكم بستلامة رحمة الله وبركاته للأسف للأسف حاول الاتصال بنا مرة تانية سيد حسين هي الجيرة بقى المرضية ممكن تقلب بشك صح؟ الجيرة اللي بتقلب بشك اه هي دي اللي بتوصل للأكل الجيرة اللي بتقلب بشك بس لا لا ما توصلش للأكل لا لا فيه احيانا بتوصل للأكل مرضية الجيرة المرضية ماشي هتقلب معاه بشك فيه فأنا معاك دايما انت قلت بيشك في سلكها فشو في غيرة لا بس استني هو مش عشان كمان بيشك في سلكها وبس فقتلها لا ده كمان يعني كانوا بيقولوا انه هو مضمن مخدرات كمان كمان المضمن ده بيبقى بيطعطى وهو عارف ان هو هيفقد عقله يعني ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا لا هي الغريبة في ان المضمن ازاي بيكون مكمل في كل الطريق ده ومش عارف ان اخرتها موت اه او حبش ازاي اصلا الحاجة الغريبة اللي احنا بنشوفها اصلا والحاجة الغريبة اللي هو بعد حب وارتباط يا حبيبتي المضمن ده ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا مش كده مش المضمن خالص بنبعد عن المضمن خالص الحالات اللي جت لنا والحاجات اللي احنا شفناها الحب والارتباط وده كله معنا معنا استاذة ناهد النجيزة اتفضالي السلام عليكم مع عليكم استرامي اتفضالي دلوقتي انا عايز اقول لكم سؤال اتفضالي دلوقتي الزادي مافي كل ما يدي اتكلم معي يقول انا عايز اتجول وانا مش مجسرة معك حاجة تمام مافي فهو دلوقتي بيتكلم مع واحدة بيتكلم مع واحدة اه بيخونك يعني اه ودي قال لي انا بتكلم مع واحدة وهي بتكلمني بيجح كمان طب والواحدة ده عارفة انه اه وبعدين اه وبعدين بقول لها بتكلمي لا بتقول لي ده اخ واحنا اصحاب وهو كفاء عليك اللي هو بيجيلك بيجيلك يعني هو ليه بيجيلك يعني ارضه ان انت كده كده الاساسية بيجيلك ويرجعلك وهو هما مجرد تحبس اه صحيح انت منين انت منين انا من رجيزة انت من رجيزة صح؟ طيب هو يعرفها من بدري؟ يعني هما كان اصحاب قبل ما تتجاوزوا مصرا؟ شهرين 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 هنتم متجاوزين من امتى؟ احنا بغلنا خمس سنين اه مخليفين يعني اه معي ولدي اه اه طب انت محاولتش تقولينه مثلا انا مش نقصة انا مش مش هتقولو انا مش نقصة الحاجة؟ الا انا مش مخليفين حاجة حواء انتو اهليكو الطبيعي عندكو ان يبقى ليه صاحبة بعد الجواز وقبل الجواز وكده؟ نا احنا مع الناس كده ده مش الطبيعي طب انت ما شتكيتيش اهله ليه؟ ما روحتيش لاهله ليه؟ طب هل انا اهل انا اكلمها هي بترن عليه؟ هل انا اكلمها؟ بترن عليكي؟ بترن عليكي عيزة ايما انا مش فاهمة هي بتتصل بيكي بتقولك ايه؟ بتقولين لعنتينها بصحاب يعني انا صاحبتك وكده 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 يعنى دياخويا وكده يعنى طب ما يمكن ماذا اي حاجة وهي عايزة توطط العلاقات بينك وبينها علشان خاطر تقدر ان هي يبقى الموضوع ممكن هي عايزة تتصحبها عشان دراها لها البيت برضي ايوه ايوه اعرف ناس كده ايه اعرف ناس كده ايه طب ايه نحلي مع الزوجي انت روحي اشتكي اهله اشتكتي لأهله لا بصي ليه مش هو بيحب مش هو بيحب الزوج اللي يكلم مع مراته هل صح الزوج يكلم مع مراته واحدة واثنين وثلاثة لا طبعا طب انت تكلمتي معي واتيله ايه لا صبعا في حال دنيا انت انت بقاء بيقول لي مش حرام هل يا هل يا جماعة دي حرام ولا حلال اما يكلم هو لو هيجاوزها لو هو هيجاوزها فده طبيعي حلال يعني مش محرم لو شا يتجاوزها وبتكلمه او الذقاء لا ما بيكلمه او الذقائي ماشي احنا بس نمسك محور محور هو ده عادي عندك انت ما عندكيش اي مشكلة في ان هو يجوز تاني مشكلته حتى بقاء انا ماشي معاه يقول لي دي حلوة انت ما كنتيش تعرفيه قبل الجواز طيب؟ عينه زيجة طب وقبل الجواز ما كنتش عينه زيجة؟ لا خالص ولا بعد الجواز بسنة ثلاثين لا خالص طب انا اقول لك حاجة طب ما تحاول تشوفي هو بيبص على ايه وبيعجب ايه تعمليه يمكن ده الحاجة اللي عاقبينك وبينه ليه ما سألتهوش ما قلتلوش انا يعني انا بعمل لك كل حاجة انت ايه نقصك وانعملهولك اللي هو تتكلمي معاه يعني وتشوفي هو ايه اللي نقصه الاول انا حاولت معاه على قد ما بدرت ماشي بس ما فيش حاجة نتيجة حتى بابا انا ماشي معاه مش عاجبه حاجة هو دي بورس عينه زيجة برضو طيب ما عندكيش حل غير المنتي تلجعي حد من اهله بقى او بالزبط اتكلمي مع حد من اهله لو ما فيش حل مع حد من اهله لو انت مش حبه العيشة اهه وانت مش حبه تكملي او معي شوفيه هيقول ايه بس يعني ده اصلا محل لكي لو انت مش حبه انها يبقى ليكي زوجة تانية شكرا قوي على اتصالك في ايه في الحاجات اللي غريبة دي لا بجد انا عايز اقولكي هديل انا عايز اقولكو ان فيه فعلا بجد حاجة حية بجد كانت قدامي ان فعلا واحدة متجوزة واحد هو كانت عينه زيجة بقى له فترة طويلة بقى له مدة يعني من زمان عينه زيجة او من قبل الجوز وتجوزيته تمام انت عارف عشان عينه زيجة وعشان عارف ستات كتير جدا بقى يشك حتى في البيت اللي هو فيه بيشك في امرأته بيشك في كله او دي حقيقة جات فيه واحدة كانت ساحبتهم تمام حاولت تتقرب لمراته وتطلع عندها وتقعد معيها اطول فترة ممكنة ومش عارف ايه اه بس فعلا ده حقيقي دي تجربة حصلت انا عارفتها اني حد اتكلم قدامي عليها وقعدت وتقعد معيهم يهدير وتاكل معيهم في بيت واحد ومش عارف ايه وفي الاخر مراته اكتشفت ان هي هو على علاقة بيها بس في الاخر هو سبها يعني سبها فقر ماها وقعد كده رجع بيته ثاني استفاد ايه بقى استفاد ايه بتاع ستات أهه المشكلة اني هو هي دي نزوة بالنسبة لك بس المشكلة ان هو مقفل على كل بيته بيته كله مقفل عليك يعملوا زي ما هما بيعمل المشكلة بس اللي انا عاوز اعرف حاجة هما اللي بيقتله و اللي بيعمله هما بيستفدوا ايه بعد ده كله بيستفدوا ايه؟ بتستفد ايه لما تقتلها؟ استفد ايه لما تعمل فيها كده اصلا؟ استفد ايه؟ ده هي ام عيالك وهي اللي شاهلاك وهي اللي عملت لك حاجات حلوة كتير طب انتم صدقيني معينا ام رودينة رودينة من المانيا السلام عليكم عليكم السلام زيكي رودينة ام رودينة ام رودينة ام رودينة اتفضلي انا من المانيا اتفضلي انا وسهلا حضرتك بتتكلمي على اللي قتل زوجته ده اه مصبوط قدام اطفالها ازاي امن يعني على اطفالها الولاد اللي ازاي امن يعيشوا معها تاني؟ لا احنا بصراحة ما نعرفش القضية خدت مجرى ايه؟ انت سمعينا يا رودينة؟ ايه يا ام رودينة؟ موت رودينة طب انت سمعينا؟ طب انت ايه رأيك في المشكلة دي طيب؟ انت سمعينا انت سمعينا ايه اختلاف انت سمعيش لازم الاكل ايا كان الموضوع يا جماعة احنا الموضوع ما نفعش يوصل للأكل ايا كان هو ايه؟ اا الانتصال اا الانتصال احسن يعني صحي كده؟ طب حبيك عايزة تضيفي ايه حاجة تاني؟ لا برا شكرا 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 بس كنت عايزة اقولكم مثلا طبعا المثل ده انا مش عارفة هو حقيقي او لا الفقر اللي بيدخل من الباب يخرج الحب من الشباك او انا معيكي في المثل ده جدا بجد؟ او طبعا شفتي حد مثلا حالات كتير كتير هقولك ليه؟ الست بتبتدي تاخد جنب ويحصل مشاكل بينها وبنزوجها بسبب ايه؟ بقلة المصريف انا عايزة انا عايزة انا عايزة انا عايزة son مش قادر يلبي مش قادر يوفي بيته و يكفيه فبالتالي بيحصل هو بيبقى مضغوط وهي مضغوطة . فبيبتدي بيكون بفقر في البيت طبعا ما فيش فلوس يمكن يا هادير مش بيكرهوا بعضه بس يمكن ما فيش حاجة ما بينهم بقى خلاص بتربطهم بيتخنقوا هو الله هو طيقها وشايفها زنانة وعايزة فلوس وشايفها مش عدل المسئولية ما بيصرفش الطلبات الكتير عشان كده يا هادير نكون عارفين اختياراتنا كويس قبل ما نختارها يعني احنا نكون عارفين احنا ندخلين على ايه انا دخل على حد هيربلي كل طلباتي زي ما انا كنت عايشة مع بيت اهلي او لا انا بتكلم في الراجل اللي بيستسهل ويشتغل مثلا سي شغلانة واحدة واعرف ان الشغلانة دي مرتبة ما بيكفيش انت شغال شغلانة واحدة ومرتبك مش بيكفي زوجتك وولادك لا انت ممكن تدور على شغل كمان وتشتغل شغلانة واحدة وتوري ليلة شغلتين شغلتين اه ما تروحش تعد على الاهوة وبدل ما تعد على الاهوة وتصرف على الاهوة لا انت وفر الفلوس دي واشتغل شغلتين واقدر كفي زوجتك وولادك علشان ما يبقاش فيه مشاكل ولا حامل كتير عليك معينا استاذة جنة من المنوفية فضالي انا كنت عاوزة اقول حاجة مهمة جدا في الموضوع بتاعكم انا من وجهة نظري شايفة ان السبب الرئيسي في الموضوع ده ان احنا المجتمع بتاعنا يحاول يطلع ليدا ستت تبقى مستغنية عن الرجالة ويطلع رجالة محتاجة ستات خارصة بمعنى ان الراجل ما باش يعني يحب الست اللي هي strong independent woman ما يحبهاش يحب الست اللي عادة في البيت وانت دي الفكرة ان مفيش حب بقى يعلم الراجل والست ازاي بقى زوج او زوجة بشكل صحيحة وبشكل صليب ساحة مزبوط عندك حق محدش بيعلمهم ازاي بقى ابوا امه مسؤولين من حياة زوجية يربوا اولاد بطريقة صحيحة يواجهوا مشاكل وصابات الحياة مع بعضهم اللي اتنين طب انت من وجهة نظرك المفروض ايه اللي يحصل عشان دايق عشان دايق يتم المفروض نعلم السيطات او نعلم الرجالة ازاي يبقوا اشخاص مسؤولة من حياة مسؤولة يعني ان راجل مفاجل السيطة ان السيطة محتاجها للراجل وان اللي اتنين بيطلعون بيكملوا بعض صحيح انت عملك حق ايه انت بالله سيكوني مسؤولة عن اللي انت في دلوقت انت مسؤولة انت بتعملي ايه وهتجيبي ايه وهتعيش ازاي اصلا شكرا على اتصالك يا جنة عايز اضيف حاجة كمان يا هدير ان المفروض ان رسيت يعني لو في بوزيشن كويس والراجل ممكن يكون متضايق من ده قبل ما تدخل بيتها تقلع كل البوزيشن الكتير اللي هي وخدتهم يعني ترميهم بور قبل ما تدخل البيت تتعامل معايك انها زوجة ايه صحيح بس انا كنت عايزة اعلق على كلام جنة كانت بتقول ان المفروض ان الناس اي زوجة يتعلموا المبادئ بتاعة الحياة الزوجية والمسئولية والكلام ده صح جدا انا برجح ان هنا في مصر يعملوا اكاديمي تدي كورسز ان هم يتعلموا فيها العلاقات الزوجية والتوفيق فيها الموضوع محتاج يا بنيت حلقة كتير قوي نتعى فاصل ونرجع لكم بفقرتنا التانية